السلام عليكم اليوم نكمل مع تمارين في محو الأمية في البداية سأغطي الحركات عندنا الحركات على الكلمات هذه الكلمة أخط الهجاء هذا الخط باللون الأزرق الأحرف في كلمة إذا عدت هذه الكلمة تذكر هذه اللفظ واللفظ طريقة التي ألفظ فيها يعني طريقة اللي عم بحكي فيها الحركات لفظتها هذه الحركات اللي موجودة فلاحظ بقول استعملت الآ هنا وفتحت الآ لأنه مرات بتيجي الآ هنا تحت بتقول إ إذا حطيت هذه وإش الخط هذا حطيته تحتيها بتقول إ لما تكون فوقيها بتقول أ فهون أ أخط أخو لاحظ الخا هون الأو أخو هذه الأو تضمّة من قولها أخو هذه الهمزة هذه الفتحة أخط أخو أخو أخط طو طو لاحظ شديت على الطو هذه الطا هذه الطا هذه الشدة هون بتقول هذه الشدة يعني شد هذا الحرف فبتقول مد قطع عد لما تشوف هذه الإشارة الشدة يعني الحرف اللي فوقيه هذه الشدة يعني شده كأنه حرفين ضميتهم مع بعض فهذا معنى الشدة هون الحركة اللي فوقيها بتكون يا ضمّة زي هذه أو بتكون فتحة أو بتكون كسرة تحتيها فحسب شو بتكون فبتقول هون لأنه في ضمّة بقول طو طو بشد الطا وبحكي أو فأخط طو أخط أخط فإذا كانت فتحة بتقول أخط طا هذه هيكة تلفظها بتشد الحرف بتلفظ هذا الحرف مع الضمّة أو الكسرة أو الفتحة فهذه الكلمة الآن إذا لفظتها بقول أخط طو ليش أنا حطيت الأخو ما قلت خاء أو خي ليش شديت الطا ليش فتحت الهمزة ما كسرتها هذه العلامات هي اللي بتساعدني أعرفش كيف الكلمة تلفظ وهذا هو المفتاح إنك تقرأ أي كلمة باللغة العربية ولو كان أول مرة بتسمعها إذا هذه الحركات عليها تقدر تلفظها زي ما تحدث فيها العرب قبل ألف واربعمائة سنة فأخط أخط هيكة تلفظها اللفظ الحركات دلتني على اللفظ أخط بهذه الإشارة هون زي الصاد الصغيرة بدون ما تكملها هذه هيك الإشارة منقولها هاي همزة الوصل مشان أعرف إنه هاي الألف مش زي هاي الألف هاي الألف عليها الهمزة هون فبلفظها هاي الألف محطوط عليها هاي الأشارة لو كانت هذه في أول الكلمة وعليها هذه الإشارة بلفظها فلو كانت هذه الكلمة في أول الجملة فبدأت فيها أنا الجملة هذه حرف الأل اللي احنا منعرف فيه منقول الباب السيارة الأل هذه في أول الجملة تلفظ فعشان هيك منميزها بهذه الإشارة فإذا كانت شفت هذه بأول الجملة بلفظ الأ فبقول أ زي هيك إذا كانت في وسط الجملة زي هيك في كلمة هون أخط وبعدين الهجاء إجت فإذا بكون الباب السيارة هذه الأل إذا دخلت عليها ما منلفظ الآن فهاي منسميها همزة الوصل بتلفظها في أول الكلام وبتهملها في وسط الكلام ما بتلفظها فلاحظ لما أقرأ هذه الكلمة لنآن بعرف أنه من هاي الإشارة أنه هاي الهمزة الآن لأنها في وسط الكلام ما بلفظها بقول أخط الهجاء كأنه الأل مش موجودة أخط طل أخط طل لو كانت هذه في الأول بقول الهجاء لاحظ قلت الهجاء فهون أخطط الهجاء هذا معنى الإشارة هاي أخطط الهجاء لاحظ هنا لما قلت أخطط لا قلت له ولا لا ولا له هاي أو وأ وإيه فهاي الإشارة علامة السكون فمنقول أخط طل الهجاء الهجاء فهذه بدلني على أنه هذا الحرف ساكن ما في عليه حركة لا بتفتح ولا بتكسر ولا بتضم ضم فتحة كسرة فبقول أخط الهجاء أخطط الهجاء الهى هون لاحظ الإشارة هون تحت هذه بعد هاي بشوي هيك بتلاحظ الفرق بيناتهم بسيط مرات ما بيكون واضح بس مع الممارسة بيبين هذه الكسرة للهى الهي الهي فأنا كيف أعرف إنه هاي هي من هذه الإشارة الكسرة أخطط الهي الجين فوقها هذه الفتحة أخطط الهجاء أي جاء أخطط الهجاء فقلت أخطط الهجاء أخطط الهجاء بهذه الإشارات أعرفت كيف هذه الكلمة تلفظ فبس تتمكن من هذه الأحر الإشارات بتصير تفتح القاموس باللغة العربية وتقرأ أي كلمة وتعرف كيف اللفظة بس لأنك تعلمت هذه الحركات وهذه الجملة بتضم كل الحركات اللي بتشوفها بالخط العربي كل هاي الكلمة إذا عرفتها ولفظتها الآن بظلت عيد وراي زي ما بلفظها بتكون لفظت كل الحركات اللي بتستعمل باللغة العربية ما عدا هاي للثلاثة هون هذه إذا رسمتها مرتين زي هون ال-O بتزيد عليها إن بتقول إن إذا رسمت الفتحة مرتين زي هيك بتقول إن فتحة لاحظ هذا صندوق بدل على أي حرف فوقي بتكون لاحظ الفتحة دائما فوق فبتقول إن بتزيد عليه إن إذا كان تحت الحرف زي هاي الكسرة وسويتها كسرتين زي هيك بتصير إن بتزيد عليه الإن وهذه بتكون في آخر الكلمة ما بتشوفها بنص الكلمة زي هيك لكن هذه الكلمات الحركات في على الكلمة في الوسط أو في الآخر لكن هذه هون بس في الآخر بتيجي فبتقول محمد محمدا باب هذه هي الإشارات الأن والأن والإن هنا هذه فتحة أخرى هذا حرف المد فلاحظ هون لما ألفظ أخط الهجاه فيها مدة أكثر من المدة العالية الألف هاي بتدني إنه فيه ألف وبدك تمدها شوي فهذه بعلامة المد منسميها بتمدها بس تشوف هاي العلامة مدة فبتلاقيها بكلمة قرآن بتلاقيها على الألف اللي بكلمة قرآن ليش لأنك بتمد كلمة الألف قرآن قرآن هذه الإشارة علمت قرآن فأخط الهجاء أخط الهجاء لاحظ أنا قلت الأ هون من هذه الإشارة فتحة على الهمز هاي لما تكون على الألف فوقيها أو تحتيها بتكون همزة اللفظ الأ أخط الهجاء أخط الهجاء أخط الهجاء بهملها وإذا وقفت بضطر ألفظها لأنه للواحد لما يوقف ما بقدر يتحرك من حرف ساكن لازم يحرك وهذا هو العلة هون فلما تكون بين الكلمة المفروض أني أقراها هيك إذا وقفت بضطر ألفظ الهمزة بس المفروض أنه ما توقف بكلمة زي هاي مشان يكتمل المعنى فبتقول أخط الهجاء أخط الهجاء أخط الهجاء أخط الهجاء في وصف ثاني من كتاب آخر سا إن شاء الله بآخر الفيديو رح أعطي المعلومات عن الكتب هاي اللي فيها هاي المعلومات هنا الكتاب هذا معين المبتدئين في النحو والصرف في هذه الأحرف فحبيت أشارك كو فيها هنا همزة ألف باء باء فلاحظ هنا كيف تكتب وهذا الاسم هيك منسمي هذا الحرف فلما تهج كلمة بقول همزة باء تاء ثاء لكن لما أكتبها بستعمل هذه الأحرف اللي بين القوسين هنا فهمزة هذا شكلها همزة باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جي حاء ح خاء خ دال د ذال ذ راء ر ز ز سين س شين ش صاد ص ضاد ض طاء ط ضاء ض عين ع غين غ فاء ف قاف ق كاف ك لام الم م م نون ان حاء ه واو و لام ألف لا هون أحيانا في كتب بتلاقي كاتبين هذه اللام واللا خصوصا كتب قديمة وأحيانا ما بتلاقيها بس بكتبوا الألف لحالها هذه خلافات بين العلماء اللغة ما ما بنحتاج نفوت فيها فهذه انت بتعرفها انه في مرات بتشوفها بالقائمة الأحرف ومرات ما بتشوفها هون الياء هذي الياء هون هذه في الحركات والضوابط لاحظ نفس الحركات اللي ذكرتها قبل قليل الو والفتحة والكسرة هون كتبوا لك التنوين هون ان ان غطيناها هذه الشدة هذه المدة هذه اللي بتكون على الهمزة الوصل زي شكل الصال صغير هنا هذه الهمزة وهذه علامة السكون فهذا انت بتنقل من جزء لجزء بهذا الفيديو حسب اللي برايحك مشان تذكر هذه الحركات وصلنا في المرة الفائتة او الماضية عند هذا التمرين ضع خط تحت الكلمة اللي بدك تملة فيها الفراغ فهو هنا بنقرأ الكلمة اعتقد غطينا كل الاحرف في هاي الكلمات بس لاحظ في عندك هس بلش وحط الحركات الو والفتحة والكسرة لما نحلها برد بقراها مرة تانية بس انت حاول الان تحل هذا السؤال وتشوف اي كلمة من هذه الكلمات بتناسب تكمل هاي الجملة هنا هنا جملة ثانية فيها ها فيها الميم النون التاء كما قلت في المرة الماضية اعتقد انه لن اكتب الاحرف لان كتبنا كثير من الاحرف والان مع اللستة تستطيع العودة دائما الى اللستة والنظر اليها الغين الدال الهمزة لاحظ الهمزة هنا بنوصل الكلام ما نكتب لحال هنحط على الف فهون بتكمل هذه الجملة هذه جملة اخرى طبعا انت بتقدر توقف الفيديو تعمل عليه بوز وتشو تسمع تحاول تحل الكلمات تشوف وين تحط الكلمة رح نرد نرجع عليها هذا سؤال ثاني هون زي ما قلت وقف الفيديو على كل سؤال حل له بعدين نكمل بعدين بالاخير نحل هم هون بقول لك القسم الثاني ارسم قوسين حول الكلمة التي لا يوافق معناها معنى الكلمات الاخرى مثلا هون اعطيك كتابة اكثر بدك تحاول تقراها فانا بدي اقراه هذه مشان اعطيك مثل شو اللي بدهم اياه بالسؤال فلاحظ هون شو بقول لي عم عمره سبعون عامة دعاه جاره امس الى عرس ابنه وكان العرس في النهار فلاحظ هون حطولك بين قوسين انت هيك بدك تساوي الاشي الكلام اللي ما عم بتناسب بقية الكلام بدك تحط عليه قوسين فهو نحطولك قوسين حوالين الكلمة ليش لاحظ لي عم عمره سبعون عاما دعاه جاره امس الى عرس ابنه وكان العرس في النهار فجاء عمي وبيده فانوس لاحظ شو المقصود الان ما الو معنى هذا الكلام اذا العرس بالنهار واندع العم الى العرس ليش بيجي معاه فانوس فهذا المعنى خارج عن السياق ما الو فائدة بهذا السياق انه النهار ليش بده فانوس فحطوا قوسين حواليه في الصفحة اللي وراها في جملة اخرى الان هون بس تقرأ هذه الكلمات حاول وقف الفيديو حاول تقراها وبعدين منحلها ان شاء الله هذا المثل عرفت شو المطلوب منك فاقرأ هذه الجملة وشوف شو اللي مائلها محل يعني بالفقرة هذه جملة ثانية اذا بتقراها كمان نفس الاشي بتحرق بتحرق الكلام اللي مش مناسب يكون بالفقرة خذ وقتك وقف الفيديو خذ راحتك لبين ما تلاقي الحل اذا اذا لقيتو بعد شوي منحلها ان شاء الله وهنا هذه جملة كمان اخرى الارقام ها بتميز انه سؤال جديد بلش بتوقف عليه بتحاول تحلل تقراه استعمل الاحرف اللي تعلمناها وزي ما قلت خذ راحتك مشان تشوف شو الاحرف شو الكلمات هذه جملة اخرى كمان الرقم عشرة هون اذا لقيت الجملة شو هي الغلط بتحط عليها قوسين او بتفكر فيها هس عم نحلها ان شاء الله اذا رجعنا للأول الان منحل الكلمات هاي هون هذا الجملة من التمرين السابق كل غريب للغريب كل غريب للغريب عنا اربع كلمات جمل غراب فراخ نسيب فالمناسب له كل غريب للغريب نسيب فبتقدر تحط خط او دائرة حوالين هاي الكلمة هاي الكلمة بتكمل الجملة بتصير كل غريب للغريب نسيب الجملة اللي وراها حم البنات في عندنا الكلمات للعيد للممات للغد للامس فأي جملة بتشوف انها مناسبة بالمثل الشعبي للممات فهذا المثل الشعبي هيك بحكي لاعود بلا غزال دخان دماء امير فبدي يكون هذه الجملة هون دخان لاعود بلا دخان هذه اول جملة حليناها جاء بعم بيد فانوس حطوا عليها القوس هذه الجملة التالية اللي بدنا نبلش فيها الحل بلد فريد في نعيم لاحظ الحركات بلش يحطوها هون فتحة 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 لا تقلق بالأحرف التانية بس راقب الحركات بلد فريد في نعيم لاحظ انت فضت النعيم لانك تعرفها بس اذا ما كنت تعرفها تعرفها من الحركة بلد فريد في نعيم لاحظ الان كملوا الفقرة بلد فريد في نعيم لا زرع فيها ولا غرس اهلها في جهل وخلاف ونزاع دور العلم فيها خراب فلاحظ في اشي مش مزبوط هنا شو بلد فريد في نعيم ما بوافق بقية الكلام هنا لا زرع فيها ولا غرس اهلها في جهل وخلاف ونزاع دور العلم فيها خراب فهذه الكلمة في غير محلها هذه الجملة لان الكلام مرات اذا بكون اكثر من كلمة نسميه كلام مرات العرب تقول عنه كلمة القى كلمة مع انه هو حكى خطبة بس تلفظ بالعربية بتعطيه كلمة او كلمته بتكون جمل كثيرة فبلد فبلد فريد في نعيم ما بتوافق البقية هنا فمحلها غلط هذه هون تهى عمي عن دربه امس فمر بفتى وهداه فسر به عمي ودعا له من كلامه له لا بارك الله بك يا بليد لا بارك الله بك يا بليد فهذا طبعا مبين واحد استعانك وهداك فطع الطريق وشكرت له بس لما تكلمت حكيت لا بارك الله بك يا بليد طبعا هذا مبين هذا الجملة غلط كلام مش بمكانه يعني فيه اشي مش مزبت هون جاري نعم الجار لا دعاني الى عرس ابنه ولا جاء ليراني عندما عدت من السفر ولا بك معي عندما مات ولدي طبعا شو هذه الكلمة مش في مكانها جاري نعم الجار اذا لا دعاني الى عرس ابنه ولا جاء ليراني عندما عدت من السفر ولا بك معي عندما مات ولدي ما بكون جاري نعم الجار فريد عزيز على ابيه غاب عنه زمانا فكتب له ابوه كفى يا فريد غيابا تعال سريعا لا اهلا بك ولا سهلا طبعا بين هذه لا اهلا ولا سهلا كيف اذا طلبته يرجع لك وبدك اياه يرجع لا اهلا بك ولا سهلا هذا هو الجواب اذا حطيت قوسين عليهم ميزت الكلام اللي مش متوافق مع بقية الكلام الان انتهى الدرس بس بدي اعطيك اسماء الكتب هاي اذا حابين تنزلوها هذا غطينا الكتاب مكافحة الامية تأليف عبد السميع حربلي مشروع انعاش القرى الجامعة الامريكية بايفوت هذا طبعا زي ما قلت من باول فيديو من المجموعات العربية العربية على الانترنت بس ادخل هذه الكلمات فالمجموعات العربية على الانترنت في هذا الكتاب الاول الكتاب الثاني اللي استعملنا منه الكلمات طبعا هذا بالقواعد مش ضروري تدرسه لكن مشان تعرف من وين هذه الكتب وكيف تقدر تجيبها واذا بدك مواد للقراءة حتى لو ما فهمت كل شيء بالنقال بس تتمرن على القراءة هذا فصل الخطاب كتاب فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب تأليف الشيخ ناصيف اليازج اللبناني عفيا عنه وقد أضيفت إليه شروح وزيادات لأجل اتمام الفائدة طبعا في المطبع الأمريكانية في بيروت سنة 1913 هذا كتاب ثاني اللي أخذنا منه العلامات الحركات وهذا الكتاب معين المبتدئين في مبادئ الصرف ونحو اللغة العربية هذا ممكن تقدر تدرسه لما نبلش بالقواعد لأنه بسيط لاحظ للمدارس الابتدائية أخذت منه الأحرف القائمة بالأحرف اللي كتبتها جرجس الخور المقدسي أحد أساتذة اللغة العربية في الجامعة الأمريكية طبعة خامسة يلي هذا الكتاب كتاب الخدمة المدرسية في تسهيل قواعد العربية ونهلة الضمآن في الخطابة والكتابة والشعر والبيان المطبع الأدبية بيروت سنة 1923 هذه الكتب أصبحت ملكية عامة لأنها قديمة جدا لكن فيها معلومات مفيدة وتساعدنا على القراءة وعلى التعلم اللغة طبعا النصيحة أنه لا تحفظ القواعد حفظ استعمل القواعد الكتب هذه اللغة كأداة زي ما بتستعمل الشاكوش الزرادية عند ما تحتاج وبتستعمله القواعد باللغة نفس الإشي زي الولد الصغير الولد الصغير ما بحفظ قواعد الولد الصغير لحاله بميز أنه كل ما يكون فاعل بنحط له ضمة كل ما يكون بنفت بس بوخذ معه وقت بظل يسمع لما يغلط الكبار بصحيحه له بهاي اللحظة بتعلق المعلومة براسه لأنه حزر لحاله كيف الكلمة بتتحرك يا أم ما بتقول بابا يا بتقول بابي يا بتقول بابن لكن لما مشي على القاد مرات اختلفت القانون الكبار بصحيحه لأنه الكبار عمره ما سمعهم بتكلموا بطريقة اللي هو غلط فيها ساعتها بتعلق المعلومة فأنت بدك تتعلم نفس الاشي استعمل نفس الطريقة اللي انت عملته وانت صغير نفس اللي عملته وانت صغير اعملوا مع أي اشي تاني اللغة بتتعلمها فاستعمل هذه الكتب بهذه الطريقة بدي أعرف كيف شو اسم الحرف برجع للكتاب بشوف القائمة اللي كتبتها الآن شفتها ارجع للفيديو لا تغلب حالك بالحفظ الحفظ الحفظ لا اشي ما رح تستعمله لكن انت تقرأ هذا الحرف مكتوب قدامه باء هذا الحرف مكتوب قدامه عين هذا الحرف مكتوب قدامه ازاي فانا ضد فكرة الحفظ في طبعا شغلات بنضطر نحفظها يعني زي الضمائر زي الهاد بس حتى هذه كمان عددها قليل فهذه نصيحة في التعلم لانه اذا ما بنعمل زي هيك ما بنتعلم ما بتعلم اللغة مش احفظ كل قواعد اللغة وبعدين اقدر احكي اللغة هذا كلام غير طبيعي وعمره ما مشي عليه بني آدم مشان تتمكن من اشي تعمله بدك تبلش تعمله وبتستعمل الاداء اللي بتساعدك تعمله فهذا بتستعمله بنفس الاسلوب هنا هذه الكتب لا تطلع عليها وتقول هذا اشي صعب انت ما بدك تحفظها وما بدك تتعلمها كلها امسك كتاب بلش اقرأ فيه بس انت تتعلم الحركات لما تقرأ تحتاج معلومة ارجع راجع الكتاب لهذا موجود الكتاب فاعتقد هذا افضل طريقة للتعلم بتأخذ راحتك بتستمتع بعملية التعلم ولما تستعمل الكتاب بشان تحل مشكلة انت لاحظتها لحالك زي الولد صغير لما لاحظ فيه اختلاف وصححه الكبار انت بدي يصحح هكي الكتاب المعلومة بتعلق لحالها بدون جهد كبير زي ما الولد صغير اتعلم اللغة علي حال شكرا على الاستماع ان شاء الله في المرة القادمة من حل اسئلة اخرى ونراكم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة